تقدم جديد احرزته قوات الامن العراقية في احياء عدة جنوب شرق الموصل معقل تنظيم داعش القوات العراقية تمكنت من التواغل في حي الانتصار في الوقت الذي عادت قبل اسبوعين الاف من قوات الشرطة انتشارها في الدواحي الجنوبية لثاني اكبر المدن العراقية ويبلغ عدد المشاركين في اكبر عملية برية في العراق 100 الف من القوات العراقية وقوات الامن الكردية وفصائل شيعية هذا وقد اعلن قائد جهاز مكافحة الارهاب العراقي عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية استعادة السيطرة على الجانب الشرقي لمدينة الموصل من قبضة داعش بعد ان شهدت معارك القتال تباطؤا ملحوظا من طرف القوات العراقية السبب الذي ارجعه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى ضرورة مراجعة الخطط العسكرية لتفادي الخصائر في صفوف المقاتلين ومباغثة مسلح التنظيم الارهابي مردفا الى ان التحرير الكامل للموصل سيتطلب ثلاثة اشهر اضافية بعد ان تعهد في وقت سابق باسترداد المدينة قبل نهاية العام اقتراب سقوط اكبر معقل لتنظيم داعش من شأنه ان يضع حدا لطموح التنظيم الارهابي في العراق